هزيمة تلوى اخرى وقتلهم بالمئات راهنوا على الاسد ونظامه ووقفوا ضد ثورة الحرية فكان مصيرهم الى ما هو عليه الان نقص كبير في صفوف شباب الطائفة العلوية واستجداؤهم بمن تبقى منهم على قيد الحياة بالتطوع والانتساب لصفوف ميليشيا الدفاع الوطني او الميليشيات الجديدة التي دعوا لتشكيلها في مناطقهم في محاولة للحفاظ عليها ووقف التقدم الكبير للثوار خصوصا بعد الانتصارات في ادلب وريفها ووصول الثوار لمشارف الخزان البشري الاكبر لنظام الاسد في الساحل السوري اخر فصول استجداء الشباب لتطوع كانت عبر اعلان الحرس الجمهوري عن تشكيل لواء درع الساحل في محافظة اللاذقية وما يميز هذه الميليشيا عن غيرها من الميليشيات الرواتب المغرية التي تصل لاربعين الف ليرة شهريا كما ان من يريد الدخول اليها له كامل الحرية بين تطوع لمدة عامين او بشكل دائم اضافة لتسوية اوضاع كل من يريد الانضمام لها من حيث الخدمة العسكرية او ان كان مطلوبا امنيا اما في مدينة حمص فقد وجهت عدة مواقع اعلامية موالية دعوة للشباب العلوي لتطوع في صفوف ميليشيا الدفاع الوطني وتشكيل ما يسمى بالحشد الشعبي على غرار ميليشيا الحشد الشعبي الشيعي في العراق وذلك في محاولة لرفع معنويات سكان هذه الاحياء خصوصا بعد التقدم الكبير لتنظيم الدولة في الريف الشرقي القرى العلوية في ريف حماء الغربي كانت على موعد جديد لرفض سياسة النظام حيث افاد مركز حماء الاخباري عن رفض عشرات العناصر والضباط من بلدات وقرى الريف الغربي خاصة من قرى نهر البارد والعبر والخندق من الالتحاق بوحداتهم وثكناتهم العسكرية وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها خلال المعارك مع الثوار ومع تنظيم الدولة على عدة جبهات خلال الايام الماضية تطورات مماثلة شهدتها معظم القرى والبلدات العلوية في سوريا ولو كانت على اوقات متفاوتة وكل ذلك يشير الى حالة التململ الكبيرة التي وصل اليها المؤيدون من نظام وقفوا الى جانبه ورمى بهم الى الهوية